اشتركوا في القناة تتدخل في شؤون اي من الدول وتعمل على درء خطر التدخل في شؤونها وتعمل على اتخاذ ما تره مناسبا لحفظ سيادتها وحماية حريتها واشدد سموه على اهمية اللقاءات الدورية بين كبار المسؤولين في الدول العربية لتباني المزيد من المبادرات التي تحافظ على مصالح الامة وتحميها من الاخطار التي تحدق بها مؤكدا سموه على ضرورة التقييم المستمر للأوضاع ولالية التعامل معها والمراجعة المستمرة لفعالية سبل مواجهة تداعياتها واخطارها هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر اقضبية صباح اليوم عددا من كبار المسؤولين بالمملكة والنخب الفكرية والثقافية والصحفية وقال سموه ان مملكة البحرين كبيرة بتوجهاتها وبحرصها على الدفع بمسيرتها نحو المزيد من التطوير والتحديث الذي يحقق الغايات والاهداف التي تسعى اليها الحكومة من اجل الوطن والمواطن ولن تثنيها عن التنمية تلك التوجهات التي تحاول اشغالها بالامن عن الاهداف التنموية واضاف سموه لينجح ما يحاول ان يجعل اليوم كالامس فيما مرت به البحرين من احداث تستهدف الفتنة والفوضى وشق الصف والحكومة حريصة على اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن الحفاظ على الامن والاستقرار واكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ان كرامة المواطن محفوظة وان حقوقه مصانة وهو مبدأ جبلنا عليه قبل ان تشرعه المواثيق والمعاهدات شغلنا الشاغل هو توفير مقاومات الحياة الكريمة للمواطنين لافتن سموه الى ضرورة توحيد الكلمة والمواقف لحماية الوطن وضمان استمرارية نهضته وتقدمه فذلك مسئولية بل فتلك مسئولية يجب على الجميع الاطلاع بها وقال سموه ان الثقة والولاء والحب للوطن واجب مقدس يفرضه الدين والمسئولية الوطنية وان حب هذا الشعب لوطنه متجذر وله دلالاته في تاريخنا الوطني وفي حاضرنا المزدهر حثا سموه في هذا السياق على الاستمرار في تقوية الصف ولم الشمل والتمسك بالوحدة كخيار لا بديل عنه لمواجهة مخططات التخريب والارهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر